ولكن يمكن ما جتلناش لغاية دلوقتي الفرصة كافية ان احنا نتكلم عن شركة بايو ناتشرلز نفسها ففرصة عظيمة ان احنا معنا النهاردة ومنورانا المستشار الطبي للشركة الدكتورة دينة عبو السعود اللي بتسعدنا دايما بوجودها صباحا الفل عليك صباحا خير يا كريم زيك اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام احنا كل مرة دينة مندخل على طول في الحديث حول المنتجات المختلفة اللي اطلقتها الشركة في الفترة الاخيرة ما تيجي نعرف الناس اصلا بايو ناتشرلز من اول تأسيسها ونوع المنتجات بتاعتها شركة بايو ناتشرلز الحقيقة شركة عملت نجاح كبير جدا في وقت قصير جدا انا فاكرة ان انا اشتغلت في شركة بايو ناتشرلز يمكن من شهر واحد اللي فات بقالي 8 شهور اتكلمت واعلنت على منتجتها واكتر حاجة عجبتني في الشركة اللي انا ممتنة لها جدا وفخورة جدا لان انا شغالة فيها يعني كمستشار طبي ان كل العملاء اللي اشتروا من شركة بايو ناتشرلز سواء أل با مالتي فيت او بيستا رجعوا اشتروا تاني والفيد باك رائع منتجات هذه الشركة منتجات فعالة جدا اسعارها مناسبة جدا لكل طبقات المجتمع المصري وكل الناس اللي بتتفرج علينا منتجاتها مرخصة ودي حاجة تساعدني جدا ان انا اشتغل في منتجات ليها ترخيص لان عشان لازم اكسب ثقة الجمهور على طول والشرقة تكسب ثقتهم ومنتجات موجودة في السيدليات فدي حاجة كمان رائعة وزي ما انا قلت العملاء الفيد باك رائع اه بقالي فترة بتكلم على ألب مالتي فيت و بتكلم على بيستا اللي هنتكلم عليه النهاردة اكتر حاجة بحس بالنجاح اللي اخد ألب مالتي فيت ورجع اخده تاني واللي اخد بيستا وخس سواء من الستات ومن الرجالة وبطمن كل الناس ان بيستا آمن ناس كتير بتخاف من أدوية التخصيص اه طبعا وبيخافوا من جراء عملية التخصيص نفسها بالزبط بالزبط بيستا منتج آمن ما بيشتغلش على المخ فما بيعمليش الدبريشن والاكتئاب والعصبية بيشتغل على هو كل مكونات اللي جواها ألياف عشان كده على طول بقول اللي عايز يخص يأكل ألياف كتير هنتكلم ازاي نقدر نتحكم في المعادلات الشركة بس احنا مبدئيا كل منتجات الشركة معنية بالتغذية طبعا يمكن بعد كده ننزل حاجات تانية غير التغذية لكن حاليا التغذية والإميونيتي والمناعة والتخصيص لان انت عارف موضوع السمنة موضوع كبير جدا وكتير بيعانوا من قصة السمنة وبيجي لهم اكتئاب يعني بحاول عمل دايت وبعدين قصة ايه ان انا خلاص بكرة هبدأ دايت وعمر بكرة ببين ما بيجيش اصلا طيب ازاي نقدر نخلي الناس دي تخس ومن غير ما نحرمهم من أكلات معينة لا احنا هناكل الأكلات اللي ناكلها بمقدار بسيط وكمان شركة بايو ناتشرل فيها حاجة كويسة جدا ان فيه اخصائيين موجودين اخصائيين تغذية موجودين عن طريق الشركة عن طريق الارقام لزارع الشاشة فأي حد بياخد بيستا بيقدر يتابع مع أخصائيين التخزية حلو يعني اللي بيردوا على التليفونات متخصصية طبعا يتسئلوا ويجاوبوا وبيتابعوا لان كل كيس غير التانية يعني مهمة قوي ان الست او الراجل اللي عايزين يخسوا نعرف سنهم كام طولهم كان وزنهم قد ايه معدل الحرق عندهم قد ايه عندهم امراض مزمنة ولا لا العمل دا ما عرفش يخص هيعمل ايه يعني كل المنظومة في شركة بايو ناتشرل متكملة فعلا عظيم اشتركوا في القناة